لازم أشكر نيافة الأنبا ديفيد رغم من القائمين على المؤتمر ده من نيوجيرسي إلا أنه نيافة الأنبا ديفيد هو اللي استضافهم في إحدى مناطق نيويورك القريبة من نيوجيرسي المكان الخاص به ووفر كل الإمكانيات بكل الحب الحقيقة أنا بشكر سيدنا أنبا ديفيد على هذا الدور بشكر مجموعة العمل بتاعة البرنامج يعني هما الليدرز اتنين مثلا إنما عشرات من الشباب الصغير بيقدم بتفاني من قطع النظير لإنجاح المؤتمر بكل مفرداته فأنا بشكر القائمين على التنظيم الحقيقة برضو ننسي نقطة مهمة قوي لازم المشاهد العزيز يعرف الموضوعات أنا ما بختارش موضوعات هما اللي بيختار الموضوعات وقال دي أنا كنت سعيد جدا بالموضوعات المختارة في هذا المؤتمر أول موضوع كان في حديث موجه للشباب المقبل على الزواج وأهليهم لأن الموضوع كان بيدور حول الدور الإلهي في اختيار شريك الحياة ودخلنا بتفاصيل كتيرة وإجابة على أثئلة كثيرة الموضوعين الثاني والثالث يمكن حضرك تتذكر كويس بتجلنا أسئلة كانت من الخارج طبعا فيما يتعلق بالإنجاب فكان الموضوعين هو حديث حول كل ما يتعلق بالإنجاب بدءا من الإنجاب كبركة إلهية إلى أن نصل إلى وسائل الإنجاب المتعددة ما هو مسموح وما هو غير مسموح مع التحليل العلمي ربما الطب ربما المكتبعي ربما عشان بتقولي لأ ليه وهالناس لازم تقتنع بلأ ليه والحقيقة عايزة أقول للموضوعين دول وجدوا تجاوب كبير جدا وجال ردود أفعال من الناس كانوا بيفكروا في اتجاه معين وبدأوا يعيدوا حساباتهم تاني ده تحدي بيواجه المقلمين في الخارج لأن المجتمع الغاربي كله ماشي في الاتجاه ده ده حقيقة فإزاي حقيقي هم مش عكس الطيار الموضوع الأخير كان موجه بقى لشعبنا المبارك دي نقطة الأباء الكهنة دي نقطة تانية المجالس الكليركية دي نقطة تالتة حول الرؤية الإنجلية للزواج والطلاق في المسيحية أربع موضوعات غطت احتياجات كل الفئات بتاع المجتمع المسيحي من قياداته إلى شبابه فأنا بشكر الحق القائمين على المؤتمر لاختيار هذه الموضوعات ترجمة نانسي قنقر